اشتركوا في القناة ارتاحوا شوية بدري قبل دوليين المصريين وانتو عارفين طبعا انه في عدد كبير من لعابة الاهلي بيعتبروا القوامل الاساسي لمنتخب مصر لسا مخلصين النهاردة ممكن يكون ليهم برنامج اعداد خاص بيهم كمان الموقف المتعلق مثلا بحالة الاجهاد اللي كان بيعاني منها احمد عبدالقادر محمود يتوالي اصيب في مباراة تلاقي على الجيش طيب خلينا نروح للدوحة ونروح لزاملنا كريم احمد من هناك يطميننا على اخبار البعثة ويطميننا على السعادات النادي الاهلي يا مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد سمير كل التحاليك والكل مشاهدين وكل جمهور النادي الاهلي خليني ابتدي معاك الحقيقة من البدايات وانت ممكن كنت حاضر وشاهد يعني ابتداء من مباراة تلاقي على الجيش سومة مباراة سموحة كان السعادات الحقيقي والتحضير الحقيقي لمواجهة طبعا الرجاء في سوبر افريقيا لكن مرحلة انضمام الدوليين سواء اللي كانوا بيشاركوا مع تونس او المغرب او منتخب مصر هتبدأ من النهاردة خلينا نبتدي بالدوليين المصريين الموقف بالنسبة لهم ايه هل الجهاز الفني مجهز لهم برنامج معين يعني الوضع هينضموا للبعثة النهاردة اتكلمني على تفاصيل خاصة بالدوليين المصريين اللي كانوا شاركين مع منتخب مصر في بطولة كاس العرب يعني نقدر نقول في البداية كانت استفادات فنية كبيرة جدا طبعا من المبارات الودية برزم مبارات مبارات طلع الجيش او مبارات سموحة قدرت حقيقة بيتسو مسماني ان هو يجرب كل اللعيبة يشوف حالة اللعيبة مدى جهازات كل اللعبين في المباراتين والحقيقة يمكن كان مرضودها كبير جدا بعيدا طبعا عن النتيجة المبارات الاولى كانت طبعا بنتيجة التعايد والمبارات تانية طبعا بنتيجة الخمسة لكن الحقيقة بيتسو مسماني حضر بشكل كبير جدا واستغل فترة التوقف الخاصة طبعا بيبطولة الدور العام واستعداد بشكل كبير جدا للسوبر الأفريقي يمكن انت ذكرت طبعا للدوليين ويمكن قبل الدوليين كمان بدر بنون بأكد لك في البداية طبعا على بدر بنون بدر بنون يمكن بيدي له الجهاز الفني 24 ساعة راحة زيادة طبعا انت عارف النهاردة كان أول تدريب بفريق النادي الآلي ما شاركش النهاردة بدر بنون فيه التدريبات لكن جهازيته كاملة جدا وده الحقيقة بنأكد عليه في كل مرة من الطمم الجهاز الطبي من الكابت انساء عبد الحفيز هل أي لعب يشكو بأي شيء بالنسبة لبدر بنون تحديدا في هذا التوقيت لكن بدر بنون بأكد لك ان شاء الله يكون إضافة كعدته في مباراة السوبر الأفريقي يوم الأربعاء بمشيئة الله احنا منتظرين الحقيقة زميلة أحمد كل اللعبين قال الدوليين طبعا في متخبنا الوطني باللوم طبعا يعني شرفته مصر طبعا بعيدا عن النتيجة وبعيدا طبعا للأداء لكن أداءهم الحقيقة تحديدا لعيب النادي الأهل إصرار كان كبير وروح كبيرة جدا لكل اللعيبة الحقيقة اللي احنا شفناها على مدار قلب طول احنا في هذه اللحظات منتظرين كل اللعيبة كون متواجدة خلاص يمكن الأمور انتهت بالنسبة لمنتخبنا الوطني كل الأمور والترتيبات الإدارية الخاصة طبعا بالجهاز الفني والكابتن ساعد والحفيز خلاص مرتبة لفريق النادي الأهل وكل اللعبين العاديين غرفهم متواجدة البرنامج التدريبي موضوع طبعا ليهم من الجهاز الفني بيتسو موسماني وكابيلو مخطط الأحمال لكن لسه حتى هذه اللحظة لا يصلوا زميلي أحمد انت عارف طبعا يمكن فيه فرق ساعة بالنسبة لنا وبالنسبة للقاهرة لكن على أمل إن شاء الله في خلال الساعة القادمة أو الساعة القادمة تحديدا ينضم كل اللعبين اللي بحثت فريق النادي الأهل ومنها غدا بقى إن شاء الله نقف على الحالة مدى جهزات اللعبين طبعا بكرا يكون ريكافوري لكل اللعيبة اللي شاركت بكل القوة خلال الأيام الماضية وإن شاء الله بإذن الله يكونوا جهزين لها دي الماضي خليني كريم أخذك لكذا اسم كده يمكن يعني نطمن جمهور النادي الأهلي عليهم واحد كريم فؤاد كان أصيب بكدمة في آخر الشوت الأول من مباراة سموحة يهمني أعرف آخر التطورات بالنسبة لحالته محمود متوهلي كان أصيب برضو في مباراة طلاع الجيش عايز أعرف يعني البرنامج المحطوط لي وهل هيكون جاهز أو داخل في سكواد الأهلي في مباراة السوبر ولا لا علي معلول طبعا 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 إصابته مع منتخب تونس برضو عايز أعرف آخر التطورات بالنسبة لعلي معلول يعني في البداية طبعا هبدأ معك بكريم فؤاد كادما طبعا كانت قوية جدا وممكن خرج في المباراة طبعا المباراة الودية لكن جهزيته وممكن طبين عليه من طبيب النادي الأهلي النهاردة الحقيقة كريم فؤاد شارك في التدريب بالكامل النهاردة تدريب فريق النادي الأهلي استغرق ساعتين طبعا في ملعب الارسال اللي شارك عليه النادي الأهلي نهاردة في أولى أقل تدريبات جاهز بكل قوة الحقيقة كريم فؤاد لهذه المباراة والتطحيات مهمة جدا زي ملي أحمد ويمكن ده لأنا بأكد عليه في كل مرة كل اللعيبة تطحياتها مهمة جدا في هذه المرحلة فكريم فؤاد في البداية بأكد لك على جهزيته نهاردة شارك في الجرعة على التدريبية بالكامل شوفنا سرعاته ترنيات سبرينتات الحاجات اللي احنا بنتطمن عليها بشكل كبير جدا ان العيب يكون بيشتكي من حاجة او كده او كده ما يكون مؤثر عليه فان شاء الله بإذن الله يكون متواجد في القائمة فريق النادي الالي في مبارات السوبر الافريقي ايضا كمان يمكن بنتكلم طبعا على علي معلول علي معلول طبعا اضافة كبيرة جدا جدا للنادي الالي والحقيقة يمكن كلنا على طول اما بنشوف علي هيبدأ مش هيبدأ الواحد بيبقى الان لان علي اصاباته طبعا يعني بتبقى خط الظهر بالنسبة لعلي معلول ده امر كبير جدا سواء هو او اي من اشرف اي حد بيلعب في الباكليفت لكن علي معلول قيمة واضافة كبيرة جدا وطبيب النادي الالي احمد ابو عابلة مستمر بشكل كبير في التواصل طبعا مع الجهاز الطبي الخاص طبعا منتخب تونس الراجل طبعا بيتكلم بيتطمن على علي معلول هو طبعا علي مشاركته طبعا في المغرارة الماضية ما شاركش لكن ان شاء الله باذن الله يكون اما يرجع طبعا لفندوق الاقامة وبعث الفريق النادي الالي الحالة زميل احمد هبان في الملعب بها مكان طبعا لعيب يتكلم انه ما بيشعرش بقلم او سليم بنسبة 100% حالة الملعب بشكل كبير جدا تطمن عليه بالنسبة لتدريب الغد يمكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبة مش عايز اتكلم على علي معلول بس وعلى كريم فؤاد بس لكن ان شاء الله باذن الله كل اللعيبة هنحطهم طبعا مع طبيب النادي الالي الحالة وعبلا اللي عليه شغل كبير جدا كل اللعيب لي برنامج وكل اللعيب لي فحص وكل اللعيب لي تقييم طبي منتظر الجهاز الفني بقادة فيلسو مسماني فعلى اعمل بس ان اللعيبة تكون متواجدة معانا وتدريب الغد ان شاء الله كل امور تكون متضحة مثل ذكرت اسم غير كريم وغير علي معلش تذكرت بي احمد احمد معلش انا عايز كمان بالنسبة يعني كريم ومحمود متولي وعايز كمان اضيف احمد عبدالقادر انا عرف انه احمد الجهاز الطب يعمل له برنامج تأهيلي يعني برضو عايز اعرف اخر التطورات بالنسبة كده فضل لنا احمد عبدالقادر ومحمود متولي ومتولي يعني متولي كانت خطوة رائعة جدا وميازة الحقيقة من مجلس ادارة النادي الالي برئاسة كابتن محمود الخطيب ان هو يكون متواجد مع بعثة الفريق ليتواجد في احدى المراكز الطبية العالمية الوقوف على حالته يمكن نفسيا هتساعده بشكل كبير جدا يمكن متولي انتكلمت معها بشكل شخص الحقيقة يعني اللقطة والجو المعمول مع متولي الحقيقة مساعدها بشكل كبير جدا ومرايحان نفسيا طبعا اهتمام اللاعبين واهتمام مجلس الادارة اهتمام الجهاز الفني يكونوا حرسين انهم يتطمنوا عليه بشكل كبير جدا ده امر الحقيقة يحسب لمجلس ادارة النادي الالي النهاردة الحقيقة محمود متولي تواجد في احدى المراكز الطبية لتقييم حالته وتشخصها ومدى الفترة القادمة استغرق قد ايه لكن كل الامور دي طبعا منتظرنا يكون تقرير كامل من طبيب النادي الالي احمد وعبل لان لسه كمان متوليها يكون متواجد غدا في المركز ايضا نفس المركز اللي تواجد فيه اليوم لوضع البرنامج الخاص الطبلي لكن وجوده في القائمة وجوده بشكل عام مع فريق النادي الالي لا نقدر نستبعد شوية محمود متولي من التواجد احمد عبدالقادر طبعا يعني احمد عبدالقادر النهاردة نقدر نقول شارك في اول مرة لجزء بالتدريبات الكرة تعرف طبعا العضلة الضامة تكون مؤثرة بشكل كبير جدا على اي لعب كان بيؤدي تدريبات على اعلى مستوى طبعا وتأهيل على اعلى مستوى بالنسبة لقاهرة النهاردة كمان متواجد في اول تدريب مع فريق النادي الالي شارك في جزء بسيط من الكرة على مدار الايام القادمة هنشوف كمان احمد عبدالقادر هياخد جرعة ازاي هياخد التدريبات ازاي هل يبدأ يخش تدريجيا في التدريبات الجماعية كل الامور دي متوقفة على تدريب الغد وبعد الغد لكن النهاردة في مؤشر مؤشر مميز جدا لأحمد عبدالقادر انه هو نهاردة شارك في التدريبات النهاردة يمكن دور الكبير اللي بيقوم بالجهاز الطبي وايضا كمان كابير له مخططة الأحمال بيقوم بدور كبير جدا مع كل اللعيبة لان المباراة صعبة زميل احمد انت عارف في الاجاب يتميز بالقوة والسرعات محتاجة تحضير فني جيد جدا من الجهاز الفني من بيتسو موسماني لنهاردة الحقيقة كان تدريب مميز جدا ساعتين النهاردة كلهم كانوا تاكتك كلهم كانوا شغل تاكتك بالنسبة لفريق النادي الآلي راجل اوقف التدريب اكتر من مرة بيحاول يحفز كل اللعيبة لان الخراءة واضح جدا انه هو ايري ومتابع وبشوف الهاي لايتس بشكل مستمر للفريق الرجاء الجمهور يكون متواجد على الجانبين سواء جانب النادي الآلي وايضا كمان جمهور الرجاء عدد كبير جدا متواجد هنا في الضوحة لكن جمهور النادي الآلي كاكبر جمهور متواجد نهاردة طبعا رهنا كبير جدا على مسادة الجماهرية كريم في طبعا ملعب المباراة انا بشكرك شكرا جزيلا وبالتأكيد على مدار الآيام اللي جاية هنتابع معاك لحظة بلحظة تنقلنا صورة كاملة عن السعادات الآلي في الضوحة لمواجهة الرجاء البيضاوي كلام كتير عايز اقوله عن المباراة دي يمكن نهاردة نجمنا في السادسة كابتن ماهر همام طبعا نجم النادي الآلي الكبير هيكون ضيف علينا هنتكلم معاه للسعادات ماتش الرجاء وخصوصا كمان ان في جزء مرتبط بعدد او اسماء يعني كتير يمكن تكون اول مشاركة لها في بطولة مع النادي الآلي او اول فرصة لها لتحقيق بطولة مع النادي الآلي في المباراة اللي جاية وده بيتهاي لي واحدة برضو من حاجات المحي المعنوية والنفسية ممكن مستر بيتس ومسلمين يراهن عليهم بشكل كبير بتنكلم على بيرسيتاو بنتكلم على مكسوني بنتكلم على حسام حسن بنتكلم على وغيرهم من اللاعبين طيب خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم في السادسة مرة تانية بعد فاصل سريع